هذه رسالة واضحة من حسن نصر الله اليوم تلبيب هل تستطيع تخطي الخطوط الحمر التي يرسمها حسن نصر الله حسن نصر الله يعني عودنا على العنتريات الفارغة يعني هذه ليست أول مرة هذه العنتريات الفارغة يعني صفة لازمة للصراع العربي الإسرائيلي الآن يعني كل فترة يطلع عندنا واحد يسوي نفسه بطل ولن أسمح وكذا إسرائيل يعني هذه المعلومة ممكن أي واحد يوصلها إلى حسن نصر الله إسرائيل صار من الألفين وستة ما راح أخذ للتاريخ البعيد من الألفين وستة إلى يومنا هذا كل كم يوم تضرب وتقتل في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي إيران دعني أتحدث عن لبنان على أي أساس تتحدث عن أنه يقتل في لبنان في لبنان إسرائيل إذا قررت تضرب في لبنان أتحدى لحسن نصر الله أن يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل أتحدى لا يستطيع هو يعلم هذا الشيء ويعلم أنه إسرائيل لن تنجر إلى هذا الكلام إسرائيل هو يعرفها إسرائيل عدو وعدو يعرف أين يضرب وكيف يضرب الآن صاحة الصراع أكثر شيء في سوريا وهو يقصف قصف مطار حلب من يعني البارحة أو البارحة ضربه في مطار حلب يقصفون وحتى إسرائيل لما بعثوا بعض المقاتلين إلى الجولان السوري ومن ضمنهم ابن عماد مونية قتلوا وقتلوا قيادات من حرس الثوري قتلوا لبنانيين هل حسن نصر الله يعني إذا اللبناني قتل في غير لبنان هل هذا يعتبر يعني ليس في لبنان فليرد وليأخذ بثأر من قتل في سوريا من اللبنانيين من مقاتلي حزبة هددوا بضرب مطار بيروت ولم يستطيعوا تحقيق هذا الهدف كانت مجرد تهديدات أيضا من الجانب الإسرائيلي الكلام يعني في هذا الإطار أنه فليقصف ويضربه طيب وإسرائيل تضرب وتدمر وما حد يرد عليها طيب ردوا عليها ونحن سنقف معكم لو فعلا رح تردون عليها أمل عن ترياة الفارغة هذه لن نصل إلى نتيجة سوى تأتي إسرائيل وتقصف مكانات وتدمر مثل ما حصل في 2006 يعني حجم التدمير يعني لما رحت أنا زورة لبنان في 2006 وشفت حجم الدمار هل هو هذا الانتصار حتى في قلب الضاحية وهذا جزء من التضحيات أستاذ علي ها مش التضحيات في كل صراع في كل معركة مقبول لكن لأي مدى يعني أنت لماذا قدمت هذه التضحيات هذا مطلوب منك أنت كقائد أو زعيم يعني لابد أن تقدم جردة حساب أننا يعني الأتباع يجب أن يسألوا القائد يعني ماذا تفعل أنت إلى أن تريد أن تصل بنا أما الكلام ثم تأتي تحول أسلحتك كلها إلى سوريا وتقتل الشعب السوري هي هذه المقاومة هي هذه البطولة السلاح سلاح حزب الله الآن يقاتل شوف كم قدم حزب الله وماذا فعل من 2006 إلى الآن في سوريا وليس باتجاه الحدود مع إسرائيل ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة